أهلاً أحبائي من جبل الزيتون وعد يسوع المسيح أنه سيرسل الروح القدس المعزي الشفيع ويكون الملازم بحياة التلاميذ حتى يجهزهم لإرسالية عظمة ومجيدة جداً ثم أحبائي ظهر يسوع المسيح لشرح الملكوت الجديد يعني مكتوب آرى نفسه براهين حية وكان يشرح لهم عن الملكوت الجديد هذا الملكوت قال يسوع أنه مملكة ليست من هذا العالم هأن ملكوت الله داخلكم هذا الملكوت يبتدأ بتتويج المسيح رباً على الحياة والكيان وهذا الملكوت ينمو مثل شجرة وارفة تتآوى إليها كل طيور السماء الملكوت يمتد إلى كل أنحاء الأرض إلى كل شعب إلى كل أمة كل قبيلة إلى كل لسان شيء آخر ظهر يسوع المسيح ليشرح الهدف من مجيئه طبعاً إحنا قلنا كان الهدف أن يعمل مشيئة الآب الذي أرسله ثم أيضاً شرح للتلاميذ وفتح أذهانهم شرح أن الكتب ونبوات العهد القديم هي بالحقيقة كلها كانت بتتكلم عن شخصه المبارك ففي هذه الفترة أنه كان يشرح عن الملكوت الجديد وكان بيشرح عن الهدف من تتميمه لنبوات العهد القديم طبعاً شيء آخر ظهر المسيح للتلاميذ ليؤكد اختياره ودعوته للتلاميذ ليكونوا شهود وهذا أحباء حدث على جبل الزيتون قال لهم تنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لشهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض فهذا كان تأكيد لاختياره ولدعوته أن يكونوا شهود ومع الشهادة أيضاً أعطاهم ظهر المسيح ليعطيهم المأمورية من خلال سلطانه الفائق قال دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وهانا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر هذه المأمورية العظمى قال اذهبوا بسلطانه ويمتعهم بحضوره وأيضاً هذه الآيات كانت تتبع المؤمنين فكان يؤيد الله الكلمة بالآيات التابعة هذه المأمورية العظمى لخلاص كل العالم شيء آخر أحبائي ظهر المسيح لكي تكون الشركة الأخيرة معهم ليمكن محبته لهم وغفرانه لهم وحضوره معهم خلي بالك اللي أنكر واللي هرب واللي شك واللي ما كانش عنده تصديق ففي ظهوره للتلاميذ أثبت أنه ما تركهم أنه أحبهم كما قال حتى المنتهى وأنه استمر يستخدم التلاميذ في كل هذه الفترة يعني تعامل مع نفسياتهم أنقذهم خلصهم وعطاهم أن يعيشوا حياة النصرة الجدير بالذكر أحبائي أنه ظهورات المسيح هو الجسر بين الأنجيل وسفر أعمال الرسل وهذا اندل على شيء بدل انتصار المسيح على الموت في هذا الظهورات المباركة أحبائي أكدت وبرهنت على هوية يسوع المسيح برهنت لهوت المسيح برهنت أن المسيح هو المسيح المنتظر برهن على محبة المسيح على دعوة المسيح على مصداقية المسيح هذه الظهورات أعطت نوع من الضمان من الأمان من الإطمئنان من اليقين من التأكيد أن المسيح معهم كما قالها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر